ما هي الرسالة من هذه المناسبة للعالم الإسلامي؟ يبغي أن يعرف أنه ليس يوم فرح وليس يوم حزن ليس يوم فرح وليس يوم حزن يوم عبادة ومقتل الحسين الشهيد أبي عبد الله عليه السلام في كربلاء ليس له علاقة بيوم عاشراء من حيث العبادة لا من قريب ولا ولا من بعد فما بين مقتل الحسين واستشهاده وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واحد وخمسون عاما هو قتل استشهد في أوائل واحد وستين شهر الله المحرم أوائل عام واحد وستين والنبي صلى الله عليه وسلم مات في أوائل الحادي عشر من الهجرة فلنقول خمسين عاما بين هذين هذه الخمسون عاما كان المسلمون يصومون يوم عشراء ويؤدون على الوجه الأكمل فلا علاقة إلا أن استشهاده وافق هذا يوم فوليس يوم حزن وليس يوم فرح فلا يأتي أحد دين الله ليس ردة فعل دين الله ليس ردة فعل فإذا رأينا إخوتنا الشياء يحزنون على وفاة الحسين يوم عشراء ويقيمون ما يقيمون لا يأتي أحد سفها وظلالا فيعلن الفرح ردا عليهم هذا ليس بدين هذا بدعة ما أنزل الله بعمل سلطان وإنما الدين أن يصام هذا اليوم تقرباً إلى الله عز وجل وطلب المرضات عبادة محظة لا علاقة لها بفرح ولا علاقة لها بحزن ولا يزيد عليها المشروع المأثور المحفور الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرنا بالاختداء به أن نصوم يوم عشراء أما استشهاد العسيني نفسه لا شك أنه غصة غصة في الحلق وأي غصة